بطلب روسي عقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة لبحث ملف الأسلحة البيولوجية في أوكرانيا واصلتها مات متبادلة بين واشنطن وموسكو التي تدعي أن حكومة كييف تدير بالتعاون مع واشنطن مختبرات في أوكرانيا بهدف إنتاج أسلحة بيولوجية وهو ما نفته الولايات المتحدة وأوكرانيا وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية روزماري دي كارلو قالت إن القوات الروسية مستمرة في حصار العديد من المدن الأوكرانية مؤكدة استخدام القنابل العنقودية ضد المدنيين في أوكرانيا وينبغي التحقيق في جميع انتهاكات حقوق الإنسان بأوكرانيا ومحاسبة المسؤولين عنها المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيليني بينزيا قال إن أوكرانيا لديها القدرة على نقل مواد خطيرة إلى روسيا وأوروبا لافتا إلى أن أوكرانيا تنفذ برنامجا بيولوجيا بدعم من الولايات المتحدة في ثلاثين مختبرا بيولوجيا متعلقا بالطاعون أو الجمر الخبيثة أو الكوليرا بدورها أوضحت السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد أن اجتماع مجلس الأمن التابع للمنظمة الدولية المنعقد بدعوة من روسيا لمناقشة مزاعم موسكو المعلنة دون أدلة عن أنشطة بيولوجية أمريكية في أوكرانيا يمكن أن يكون ذريعة لشيء جار تنفيذه جرينفيلد أكدت موقف واشنطن القائم على أن أوكرانيا ليس لديها برنامج للأسلحة البيولوجية أو ما يقال إنها معامل تدعمها الولايات المتحدة وأن روسيا هي التي يمكن أن تستخدم أسلحة كيميائية أو بيولوجية في أوكرانيا أما مندوب أوكرانيا لدى الأمم المتحدة سيرغي كيسليتسا أدان ما وصفه بالقصف العشوائي الروسي على بلاده موضحا أن الحديث عن برامج بيولوجية مجرد تضليل وروسيا تنتهك الممرات الآمنة لافتا إلا أن مجلس الأمن يجب أن يبحث جرائم روسيا والخميس اتهمت وزارة الدفاع الروسية الولايات المتحدة بإقامة الثلاثين مختبرا بيولوجيا في أوكرانيا تنتج فيروسات تسبب أمراضا خطيرة وأنتم خطبر من الأمم شكراً لكم